أول حاجة كانت تقدمه بتاعزيل حارة لأسر الضحايا يسترهد الفجعة حقيقة كانت 21 حالة التي توفدت يوم الأربعة على المستشفى الجيهوي بني ملال و21 حالة توفدت 4 خارج أسوار المستشفى يعني على بره و17 حالة كانت عندنا في المستشفى الجيهوي بعدما تلقوا استشفى ديالهم وعندهم حتى قم طيب بيت مريضي وتقني كوف جل هذه الحالات هم حالات متقدمة في السن وعندهم أمراض مزمينة اللي في هذا الوقت هذا الموجهات الحرر اللي كتعرفها جهة ديال بني ملال خنفرة تفاقم الوضع السحي ديالهم وبالتالي ادل الوفاة ديالهم رحمه الله على إتر هاتشي المديرية الجيهوية الصحة والحماية الاجتماعية قامت بإنشاء أو بوضع واحد الخلية ديال تتبع المراقبة اللي كتب بعد الحالات اللي هما ضحايا هذه الموجهة ديال الحرر وكما تم التعبئة واحد أطر صحية بما فيها أطباء عامون اختصاصيون ممرضون تقنيون سيارات إسعاف مكيفة وكذلك توفر ما هو دواء مستلزمة طبية من أجل استشفاء الحالات الواردة للمشفاء اليوم تم تخصيص واحد الجانح خاص لاستقبال النوع من هذه الحالات اللي هما كتعرف كيف كتعرفوا كينا واحد اللي موجه ديال الحرر في الجهة هاد الجانح كتوفر على الوسائل اللازمة لاستشفاء هاد المرضى وفي هاد المناسبة نهيب جميع المواطنين انهم بمجرد انهم يحسوا بواحد الأعراض اللي ما فيها حمار تفع الحرارة أو العطش المفرد أو الخفض في الوازن أو هذا يتوجهوا المركز الصحية أو المستشفيات الإقليمية أو المستشفيات الجهوية من أجل الكشف عليهم من طرف الأطقم الصحية لدينا وكذلك أريد أن الحياة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر ما فيها الأمراض المزمنة الناس اللي هم كبار إلى آخره من أجل شرب كمية كافية من الماء بانتظام لتجنب جفاف الجسم كذلك تجنب الخروج خلال فترة النهار التي تشاهد ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وكذلك البقاء في أماكن باردة وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة خصوصا كيف قلت في هذه الوقت موجات الحر وكذلك إغلاق النوافذ خلال النهار وفتحها في المساء هذه مجموعة النصائح لوزارة الصحة كانت صحبهم المواطنين خصوصا في هذه الفترة قلت موجات الحر وشكرا جزيلا بالفترة